لم يعد سهلا إخفاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي وإذا كانت واشنطن منعت الأمم المتحدة من هذا الحكم فإن الأمينة العام لمنظمة أطباء بلا حدود قالها بوضوح في مجلس الأمن الدولي هذا الوضع هو تتويج لحرب تشنها إسرائيل ضد جميع سكان غزة إنها حرب العقاب الجماعي حرب من دون قواعد حرب بأي ثمن وحذر من مخاطر الاستخفاف بالقانون على السلم والأمن الدوليين لكن الولايات بقيت مصرة على شروطها قلت هذا في الماضي وأكرره اليوم لا يمكن أن يقوم وقف دائم لإطلاق النار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن روسيا اتهمت إسرائيل بقتل الفلسطينيين بالمقاتلات والهدف التهجير إلى مصر وتوسيع الصراع إقليميا وقللت من تأثير الدبلوماسية الأمريكية ما يوصف بالجهد الدبلوماسي لواشنطن الذي أكثر الأمريكيون الحديث عنه لا أثر له على أرض الواقع وعلى ما يبدو فإن واشنطن فقدت كل نفوذ لها على الإسرائيليين بدورها نبهت الأمم المتحدة لخطورة الأوضاع الإقليمية ولسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وكذلك جاء تحذير الجزائر كما نحدر من مخاطر الإجراءات المتخدة للحد من وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك إنها إجراءات تهدد بإشعال الوضع أكثر وخروجه عن السيطرة أما الصين فدعت إلى ضرورة التعجيل بقيام دولة فلسطينية من خلال عقد مؤتمر دولي واستنكرت البطفة الإسرائيلية المستمر والدعم الأمريكي الأعمال له واشنطن متمسكة بشروطها بشأن الأسرة وإدانة حماس وبعد 140 يوما من المذابح والعقاب الجماعي قدمت واشنطن مشروع قرار يخلو من أي دعوة لوقف فوري لإطلاق النار نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين